اشتركوا في القناة وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأن تعلم الغيوب وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما مع برنامجكم آيات تعنيك هذا البرنامج الذي نختار فيه في كل مرة آية من كتاب الله سبحانه هذه الآية ترشدنا وتوجهنا وتدلنا على الصلاة المستقيم الآية أو اليوم لنا إن شاء الله وقفة مع قوله جل وعلا واحفظوا أيمانكم هذه الجملة وردت في الآية التاسعة والثمانين من صورة المائدة يقول فيها جل وعلا لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحيوا رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيمان ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم في آية أخرى يقول فيها ربي جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الحلف بالله واحفظوا أيمانكم الحلف بالله هذا اليمين لما تحلف وتقسم بالله تبارك وتعالى الله يأمرك أن تحفظ أيمانك واحفظوا أيمانكم تقول كيف أحفظوا أيماني كيف ما هي الطريقة أول شيء أخي الكريم أن تحفظ أيمانك عن الحلف الكاذب اليمين الكاذبة الإنسان يحلفه هو كاذب وخاصا في هذا الزمان إلا من رحم الله تبارك وتعالى الناس يحلفون على التجارة وعلى البيع ويحلفون على أنفسهم وهو كاذب وهذه تسمى بليمين الغموس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ذلك الرجل عن الكبائر قال ما الكبائر يا صلى الله قالوا الإشراك بالله قال ثم ماذا قال عقوق الوالدين قال ثم ماذا قال اليمين الغموس قال وما اليمين الغموس فيقول صلى الله عليه وسلم الذي التي أو الذي يقتطع بها مال مسلم وهو فيها كاذب يعني يأخذ مال بغير حقه أو بيمين كاذبة يحلف بأن هذا الشيء يعني صحيح بأن هذا السيارة فيها كذا وأن هذا المتاع فيه كذا كله كذب ويأخذ مال الناس مقابل هذه اليمين التي يطمئن إليها الناس وقد بواب علماؤنا وأهل الحديث بابا سماوه باب اليمين الغموس ويقول ربي في آية أخرى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ما معنى دخلا بينكم أي مكرا وخيانة فأول حاجة أخي الكريم هي أن تحفظ أيمانك من الأيمان الكاذبة إياك وأن تكذب وهذه اليمين ما عنده توبة ما عنده كفارة وسميت بالغاموس لأن صاحبها يغمس في النار والعياذ بالله يعني تقسم بالله على ذلك الأمر وأنت كاذب ما هذه لش لها كفارة ولش لها فسميت بهذا الاسم لأن صاحبها يغمس في النار والأعاذنا الله وإياكم من نار جهنم التي لا يمكن الإنسان أن يصبر عليها ولو ثانية فكيف بالذي يغمس فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا الشيء الأول الشيء الثاني أن تحفظ وحفظوا أيمانكم أن تحفظها من كثرة الحلف بزاف ناس تحلف يحلف على كل شيء أي حاجة يقول لك والله تدخل والله تريح والله تأكل والله يعني ويجد نفسه يقسم على على كل شيء هذا كثرة الحلف قال علمائنا تؤدي إلى اليامين الكاذبة هذا ليتعلم ويتوالف أنه يحلف على كل حاجة فيجي نهار ويحلف يمين كاذبة الشيء الثاني أنه لا يعظم لا يعظم المولى تبارك وتعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم يعني يقسم على كل شيء فينقصه التعظيم وقد ذم ربنا جل وعلا في القرآن الكريم من كان يكثر الأيمان والحلف ولا توطع كل حلاف مهين فكثرة الحلف ماشي ملح أحبتي في الله كثرة الحلف تخلي الناس لا يثقون فيك عندما تقسم يرون بأن هذا عبث وأنك لا تقول الصدق على عكس من لا يحلف إلا إذا اضطر إلى الحلف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني عاش في الدين بالقرآن منذ أن تنزل عليه القرآن ومنذ أن كلفه ربنا بالرسالة وبالوحي 23 سنة 23 سنة يقول العلماء لما تفحصوا وتتبعوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجدوا أنه أقسم في بضعة ثمانين موضع أقسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأي يقسم أعطيكم مثال مثلا قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يفلح أو من هذا القبيل يعني عندما كان يرشد الصحابة ويعلمهم لما يقول والله لا يفلح أو شيء من هذا القبيل يعني نجد حتى هذا اليمين فيه دعوة وفيه إرشاد بضعة ثمانين يمين في 23 سنة أنت أو أنا أو لو يتتبعوا حالنا نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعفو العافية يجدون أن هذا العدد ربما في شهر واحد ربما في شهر أو أكثر ف وحفظوا أيمانكم الشيء الثاني أن نحفظ الأيمان من كثرة الحالف ما تحلفش بالزاف أحلف يعني وين تشوف بأن هذا يتطلب اليمين حتى يصدقك الناس أو شيء من هذا القبيل الأمر الثالث وحفظوا أيمانكم كذلك بالكفار فإذا الإنسان احنث كما نقول أقسم عن شيء وأراد أن يعود عن قسمه فليكفر خاصة إذا شف فيه مصلحة كما يقول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه فليأتها وليكفر عن يمينه خاصة لما اليمين تكون فيه مثلا قطيعة رحم والله لا يدخل بيتي فلان أو والله لا أذهب إلى فلان أو والله لا أكل طعام فلان أو والله لا أحضر إلى عرس فلان المصلحة في الحضور المصلحة في صلة الرحم فكفر عن يمينك ولتأتي ذلك الشيء ولا حرج إن شاء الله وذكر بأن اليمين الغموس اليمين الكاذبة يمين غموس ما فيه كفارة فيه التوبة الصادقة وعدم العودة إلى ذلك الذنب أما الإنسان لما يحلف عن شيء ويشوف بأن المصلحة في العودة إلى ذلك الشيء المحلوف عنه فلا حرج يكفر إن شاء الله كيفية التكفير كيف أكفر عن يمين بزاف ناس مباشرة يرحوا للصيام وهذا خطأ الصيام آخر شيء آخر حل هو الصيام لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون أهلكم يعني كل واحد عنده مستوى معيشي عشرة مساكين من وسط ما تطعمون أهلكم أكلا أو مالا ما لن تتقدر حسب مستوى المعيشين تعك عشرة 15 ألف 20 ألف تعطى للفقه فإطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون أهلكم أو كسوته أو تحرير رقبه فمن لم يجد فمن لم يجد ما ينفق أو لم يجد من يأخذ المال كان بعض الناس ما يلقاش الفقراء اللي يمدهم ولا ما يعرفش الفقراء وكين فقير حلف ما عندوش ما عندوش بشي يخلص الكفارة فهنا نلتقل إلى الصيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الله يجعلنا وإياكم ممن يحفظون أيمانهم وممن يمتثلون إلى هذه الأوامر وهذه التشريعات التي سطرها القرآن الكريم وفسرها لنا علماؤنا ووضحوها جزاهم الله كل خير بارك الله لي ولكم ختاما والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة